منطقة الثيالة في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار تشكو من تراجع كبير في الخدمات الأساسية وخاصة شبكة الصرف الصحي والطرق التي باتت تغصو بالحفر والمستنقعات والوحل منطقتني صارها من زمان متروكة متعوبة ما حد يتابحها لا مسؤول ولا أبو بلدية قبل فترة جمع البلدية على أساس سوها دلناب تكرمون حتى المجار دفنها شوف هذا وضع المي وهذا وضع بيتي أنا حتى بيتي رح يوقع وما عندي لا واحد يتجد عليه ولا أحد يتابحها ولا أنا يسوي لو عندي رات مأمسة وما دير مال احنا ناشدنا هواي وطالبنا هواي هاي الشوارع مالتنا مهمولة من سنة الثمانين لحد الان لا ماء لا مجاري لا تشي مضبوط وإحنا دائما نخابر ونتصل بالبلدية ومدير البلدية وسوينا كتب بحث يلتفتون لها المنطقة وإحنا بحاجة ما سئلة هاي الخدمات شوف هاي احنا الوضعية مالتنا ساعتين من المطار صارت هيش لا نقدر نروح لا نقدر نجي مقيدين ببيوتنا كأنما ما نقدر نطلع أهالي منطقة الثيالة يعانون من تدهور وضع الطرق الرئيسة والفرعية الأمر الذي بات يعيق حركة المرة وخاصة طلاب المدارس نهيك عن أن عشرات المنازل باتت مهددة بالانهيار بسبب المياه التي تحيط بها طلاب المدارس من يقصر المطار والله ما يقير يعبرون المنطقة تغرق فان مرة وعندك هاي المنطقة بالفرع الغادي فانه بصير فانه منتهي والله لا طالب يقول يطلع ولا موظف يطلع ولا أي واحد نستوقنا نعبر نستوقنا نرساله والله منطقة الثيالة هاي من كل ما سنطلوا دحك شوف المجاري ما بيها زينة هو كلها خيسة ومي والطلاب حتى ما يقدروا يطلعون العالم بتاع شوفه منك كلها فائضة هذا الشارع ذاك ميت حركة ماكو بيها ان شاء الله تصل الخدمات تصل هاي المنطقة أجهات الحكومية المعنية تقول أن قلة الأموال المخصصة للرمادي تسببت بتراجع أعمال تخديم المنطقة مدينة الرمادي الحقيقة موازنتها سنويا لا تتجاوز 50-60 مليار دينار لذلك نعمل على أساس الحاجة الوفق الأولوية اللي نعمل بها أولوياتنا قائمة على أساس توفير البنى التحدية ومن ثم إمكانية إعادة التأهيل يعني بلشنا بالمناطق اللي تم انتهاء العمل بها بمشروع المجاري فقمنا بإعادة إعمارها المناطق التي لا يوجد فيها مشروع مجاري قطعاً راح تتأخر إلى أن يدخلها المجاري ومن ثم المباشر بها منطقة الثيلة في قضاء الرمادي إحدى المناطق التي تحتاج لبنية خدمية جديدة وقد بات العراق بعد عام 2003 يغص بهكذا مناطق ترجمة نانسي قنقر